السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طبعا جماعة متابعين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن متابعين الكرام بعد فضيحة حضيرات الجزائر في برلمان البحر الأبيض المتوسط والذي كما تعلمون متابعين الكرام الرئيس دياله أصبح هو ابن الصحراء المغربية رئيس مجلس المستشارين اللي هو النعم ميارة فحضيرات الجزائر قاطعوا التصويت وقاطعوا الحضور لأن الفائز ولأن المرشح اللي كان عليه الإجماع هو ابن الصحراء المغربية والفضيحة هنا متابعين الكرام أن حضيرات الجزائر لم يقاطعوا برلمان ديال البحر الأبيض المتوسط لأن إسرائيل عضوة فيها إسرائيل عضو في برلمان ديال البحر الأبيض المتوسط وهنا فيك نشوفه النفاق متابعين الكرام النفاق ديال حضيرات الجزائر والفضائح ديال حضيرات الجزائر يعني معجب تكمش الحال ديال أنه ابن الصحراء المغربية هو الذي كان عليه الإجماع ديال الدول من بينها فلسطين فلسطين حتى هي الأخرى حاضرة في هذا برلمان البحر الأبيض المتوسط وصوتت لصالح المرشح المغربية هذه المسائل كلها معجب تكمش وفضلتم الانسحاب وفضلتم المقاطعة لكن ما تقاطعوش برلمان ديال البحر الأبيض المتوسط لأن إسرائيل عندها عضوية فيها لأن إسرائيل عضو في هذا البرلمان فهنا متابعين الكرام في كيبان في كتبان سكيزوفرينيا ديال حاضرة الجزائر وفين هي تلك الشعارات اللي كتقول أنكم إذا جلستم مع فلان في منظمة أو في جمع أو في برلمان أو في كده فهذا يعني اعتراف أوتوماتيكي أو اعتراف آلي بهذا الكيان أو بهذا الدولة ها هي إسرائيل كتبت معكم جنبا إلى جنب في برلمان البحر الأبيض المتوسط وما عمرنا سمعنا سمعناكم كتحتاجوا ولا سمعناكم سحبتوا ولا سمعناكم قاطعتوا حتى جاء مرشح مغربي ابن الصحراء المغربية اللي هو الآن رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط عاد قاطعتوا عاد حتاجتوا عاد حاولتوا أنكم تقوموا بالعربدة وتلك يعني الحركات الخزعبلاتية اللي كتديروا دائما حينما يتعلق الأمر بالمغرب وبالصحراء المغربية فمتابعين الكرام هذا هو النفاق هذه هي السكيزوفرينيا دي الحديرة الجزائر ونحن دائما نفضح هذا الوجه المنافق ديال دولة الحديرة متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته